نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ظل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضا وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغناء عن الناس أما بعد إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير هذه الآيات المباركات تتناول قضايا الربوبية وأدلتها وما يستلزم ذلك من قضايا الألوهية التي كان المشركون يجادلون فيها ويكابرون في الإقرار بها وقد افتتحت هذه الآيات بالنداء العام يا أيها الناس وقد تقدم معنا الكلام مرارا في أن النداء في القرآن جاء على ثمانية أنحاء النحو الأول النداء العام لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم كما في قوله تعالى يا أيها الناس في ثمانية عشر موضعا في القرآن وفي قوله سبحانه يا بني آدم ونحو ذلك ثم النوع الثاني النداء بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا وقد وقع هذا في القرآن في تسعة وثمانين موضعا ثم النوع الثالث نداء لصنف خاص من المؤمنين كقوله جل جلاله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا وفي قوله سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار ثم النوع الرابع النداء للكافرين وهذا لم يقع سوى مرة واحدة يا أيها الذين كفروا لا تعتذلوا اليوم ثم الخامس النداء لصنف خاص من الكافرين كقوله جل جلاله يا أهل الكتاب وكقوله يا بني إسرائيل ثم النوع السادس النداء لأشخاص بأعيانهم كما في قوله جل جلاله يا عيسى إني متوفيك يا موسى إني اصطفيتك يا نوح هبط بسلام منا وكقوله سبحانه يا أيها المدثر يا أيها المزمل ثم النوع السابع النداء للجمادات يا أرض بالعيماءك ويا سماو أقلعي يا جبال أوي بمع ثم النوع الثامن والأخير نداء لم يرد به حقيقته كما في قوله سبحانه يا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ليتني قدمت لحياتي ونحو ذلك أما معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات فإن الله جل جلاله قال يا أيها الناس إن وعد الله حق وعد الله كلمة عامة تشمل كل ما وعد الله به من نصر وتمكين أو من هزيمة واندحار ما وعد الله به من نعيم أو عذاب من جنة أو نار إن وعد الله حق والحق هو الثابت المستقر وضده الباطل وهو الزاهب المضمحل إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا التغرير هو الخداع والتخيل فلا تغرنكم الحياة الدنيا الحياة الدنيا هي هذه الحياة القصيرة وسمي الدنيا لأنها دانية أي قريبة أو سمي الدنيا لأنها دانية يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور هو المخادع المخاتل الماكر ومقصود به في هذه الآية الشيطان ثم قال جل من قائل بعد أن قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو الشيطان هو إبليس لعنه الله وكذلك ذريته وسمي الشيطان شيطانا من شطنا إذا بعده ومنه تقول العرب بئر شطون إذا كان قعرها بعيدا فسمي شيطانا لأنه بعيد من رحمة الله عز وجل وقد قال له ربه وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أي صيروه عدوا لكم إنما يدعو حزبه أي جماعته وأولياءه ليكونوا من أصحاب السعير السعير اسم من أسماء النار عياذا بالله كما تسمى جهنم وتسمى الجحيم وتسمى الحطمة وتسمى السقر وتسمى الهاوية فكذلك تسمى السعير إنما يدعو حزبه الحبس في أصل اللغة مادة العين والزال والباء تطلق على الحبس ومنه يقال للماء عذب إذا حبس حتى صفا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وهم الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأصل الإيمان التصديق وهو نية وقول عمل والذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات جمع صالحة وهي الخصلة الحسنة كما في قوله القائل الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنفي سكرة الوسني والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة المغفرة هي الستر مادة الغين والفاء والراء تدل على الستر ومنه قيل لغطاء الرأس مغفر والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير ثم قال جل من قائل أفمن زينا أي حسن له سوء عمله فرآه حسنا أي فرآ ذلك العمل حسنا والجواب الشرط محذوف أفمن زينا له سوء عمله أو الخبر محذوف وتقديره كمن ليس كذلك فلم يزيّن له قال السمين الحلبي رحمه الله وهو أولى الأقوال عندي وبعض أهل العلم قالوا بل الخبر أفمن زينا له سوء عمله كمن هداه الله فرأى الحق حقا والباطل والباطل باطل أفمن زينا له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء يضل أي يصرف عن الإيمان وكلمة الضلال في القرآن تطلق على الغياب وتطلق على النسيان وتطلق على تعمد ترك الحق إلى الباطل فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء الهداية هي الميل إلى الحق وأصل التهادي التمايل ومنه الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته يتهادى بين رجلين فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب وقد قرأ هذه اللفظة أبو جعفر يزيد من القاقاع فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقراءة الباقين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات والحسرات جمع حسرة والحسرة الحزن أو الندم الشديد والهم على ما مضى إنسان يداخله حزن أو يداخله ندم شديد أو يداخله هم لخير قد مضى لم يدركه أو لشر قد وقع به هذه الحسرة فلا تذهب فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل أي بعث الرياح وهي جمع ريح وهذه اللفظة قد قرأها ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف بالإفراد والله الذي أرسل الريح فليس صحيحا ما يقوله بعض الناس أن كلمة الرياح في القرآن دائما تدل على الخير وكلمة الريح تدل على العذاب ليس هذا صوابا لأن الريح قد تأتي بمعنى بمعنى خير كما في هذه القراءة قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وقد تأتي كذلك بمعنى العذاب كما في قول الله عز وجل فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا تثير أي تحركه وتهيجه وترفعه فتثير سحابا فسوقناه والسوق الإزجاء كما في قول ربنا ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فسوقناه إلى بلد ميت فسوقناه إلى بلد ميت قرأ هذه اللفظة ابن كثير وأبو عمر وابن عامر وشعبة ويعقوب ميت بالإسكان بإسكان الياء والميت والميت بمعنى واحد وضد الحي والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور النشور الإحياء والبعث من كان يريد العزة العزة هي الغلبة العزة الغلبة ومنه تقول العرب من عز بز أي من غلب سلب ومنه قول القائل كأن لم يكون من يختشى إذ الناس إذا كمن عز بز ومنه قول الله عز وجل وعزني في الخطاب وعزني أي غلبني من كان يريد العزة أي الغلبة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات والذين يمكرون السيئات المكر هو إظهار الجميل وإبطان الخبيث وحقيقته صرف الآخر عما يريد بحيلة وخداع والذين يمكرون السيئات السيئات هاهنا إما أن تكون صفة لموصوف محذوف وتقدير الكلام والذين يمكرون المكرات السيئات أو أن تكون مفعولا به لمكر على أنه مضمن معنى فعل والذين يفعلون السيئات قال جل من قائل والذين يمكرون السيئات لهم والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور يبور أن يهلك ويبطل ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب الخلق بمعنى تأتي بمعنى الإيجاد والإحداث وتأتي كذلك بمعنى التقدير فلأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري والله خلقكم من تراب ثم من نطفة والنطفة هي الماء القليل الماء القليل تنطف لحيته من أثر الوضوء يخرج منها تلك القطرات وقال جل من قائل والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والزوج ضد الوتر وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر والمعمر هو من كبرت سنه وطال بقاؤه ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ولا ينقص قرأها يعقوب في رواية الرويس بخلف عنه وما ينقص وما ينقص قرأ الباقون وما ينقص من عمره إلا في كتاب أي في مكتوب إن ذلك على الله يسير إخوتي واخواتي هذه الآيات الكريمات الله جل جلاله يوجه فيها الخطاب للناس كل الناس يا أيها الناس إن وعد الله حق إن وعد الله حق الله جل جلاله وعد بالبعث وقيام الساعة وأن الساعة آتية وقال جل من قائل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية فاصفح الصفحة الجميل الله جل جلاله وعد المؤمنين بواسع الجنات ووعد الكفار والمنافقين بالعذاب الشديد وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن وعد الله المؤمنين بالنصر والتمكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن أن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدل أنهم من بعد خوفهم أمنى ما وعد الله به المؤمنين من النصر والتأييد والتمكين والظفر على الأعداء والفوز بالجنات كل هذا حق وما وعد الله به الكفار والمنافقين من الخذلان والخزي والعار والهزيمة والعذاب كل ذلك حق ما وعد الله به من نعيم في الجنة لعباده المؤمنين وما وعد به الكفار والمنافقين من عذاب في دركات الجحيم كل ذلك حق ولذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم فإنهم ينادون أهل النار يقولون قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أقر أهل النار بأن وعد الله حق ولذلك ربنا جل جلاله في الدنيا يبين لهم ذلك يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا لا تقبلوا على دنياكم فتكون غاية الهم ومبلغ العلم تقبلون عليها وتستفرغون جهودكم فيها وتظنون أنها هي غاية الأمل لا تغرنكم الحياة الدنيا فالحياة الدنيا ليست إلا لعبا ولهوا وزينة وتفاخرا بينكم وتكاثرا في الأموال والأولاد دائما ربنا جل جلاله يشبهها بالماء بالماء إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض الزخرفة وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وكذلك في سورة الكهف وفي سورة الحديد لماذا؟ قالوا لأن الماء لا يستقر الماء لا يستقر في مكان واحد إنما هو جار فكذلك الدنيا قالوا ولأن الماء يجمع قطرة قطرة ثم يذهب مرة واحدة كذلك الدنيا قالوا ولأن الماء إذا كان بقدر فإنه ينفع فإذا زاد فإنه يكون مهلكا وكذلك الدنيا من أخذ منها بقدر انتفع أما من غرق فيها فإنه عما قليل يهلك فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم لا يخدعنكم ولا يمنينكم الأماني ذلك الشيطان الغرور ذلك المخادع المخاتل الذي يقول لك احتق بالأوزار وارتك بالآثام واكتسب الخطايا والموبقات فالله غفور رحيم هكذا الشيطان خدع كثيرا من الناس فغرهم بالله غرهم بالله فنسوا أن الله شديد العقاب ونسوا أن الله جل جلاله يغار على حرماته أن تنتهك وحدوده أن ترتكب فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الله جل جلاله يقرر في هذه الآية الكريمة عذاوة الشيطان الأبدية الأزلية هذا المعنى قد تكرر مرارا كما في قوله جل جلاله في سورة البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وفي سورة نفسها يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وفي سورة نفسها الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وفي سورة النساء يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وفي سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وفي سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم لكن سبحان الله أكثر الناس قد اتخذ الشيطان وليا مع أن الله جل جلاله أنكر عليهم أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو يقول ابن السماك رحمه الله عجبا لمن يعصي المحسن مع علمه بإحسانه ويطيع الغرور مع علمه بعداوته وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول يا كذاب يا مفتري اتق الله تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر الآن أكثرنا يقول لعن الله الشيطان قاتل الله الشيطان لكن في حقيقة الأمر هو مطيع له في كثير من الأقوال والأعمال ولذلك الله جل جلاله يقول إن الشيطان لكم عدو هذه العداوة بدأت منذ أن خلق الله آدم حين قال إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا لأحتنكن لأجرنهم من الحنك مثل ما يجر الإنسان بعيره الشيطان توعد ومرة قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله قال الله عز وجل ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ومرة قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم أي دنياهم وآخرتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من قبل الحسنات والسيئات ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ومرة قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ومرة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هذه عداوة أبدية سرمدية شيطان يحاول أن يوقع الإنسان في الشرك فإن عجز أوقعه في البدعة فإن عجز أوقعه في الكبائر فإن عجز أوقعه في الصغائر فإن عجز شغله بالمباح عن الواجب فإن عجز شغله بالمفضول عن الفاضل هكذا يتدرج بابن آدم في هذه الخطوات الست إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير نهاية الأمر وغاية السعي التي يريدها الشيطان أن يوصل الناس إلى جهنم هذه غاية لأن الله جل جلاله قال خرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ومرة قال له فاذهب فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فالشيطان يريد هذا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ثم لما كان القرآن مثاني فإن الله جل جلاله يذكر الفريقين الذين كفروا لهم عذاب شديد في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لهم عذاب شديد في تلك النار الحامية في تلك الحطمة التي توصد عليهم أبوابها في تلك النار التي تطلع على الأفئدة تحرق أجسادهم حتى تصل إلى أفئدتهم وهم أحياء ثم يعادون كما كانوا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها لهم عذاب شديد عذاب يتسلط عليهم في أجسادهم في ثيابهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار في طعامهم الضريع والغسلين والزقوم في شرابهم في الصديد والماء الذي كالمهل يشوي نوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة ثم بعد ذلك في الجو النفسي الذي يحيط بهم حيث لا يسمعون إلا اللعنات يلعن بعضهم بعضا يكفر بعضهم ببعض يكذب بعضهم بعضا يخاصم بعضهم بعضا يتحسرون تكثر منهم الآهات والزفرات ويستغيثون ويصيحون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير نسأل الله أن يجعلنا منهم الذين آمنوا هؤلاء الذين صدقوا المرسلين هؤلاء الذين أيقنوا أن وعد الله حق هؤلاء الذين سكن الإيمان قلوبهم ثم ترجمت عن ذلك ألسنتهم وصدقته أعمالهم عملوا الصالحات ودائما في القرآن الإيمان مقرون مع العمل فإن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة الله جل جلاله يجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون يستر عليهم ينادي عبده يوم القيامة ويرخي عليه كنفة ثم يقرره بذنوبه حتى يرى أنه قد هلك فيقول الله عز وجل له فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك لهم مغفرة وأجر كبير أجر كبير ليس أجرا مساويا لأعمالهم لا وإنما الله جل جلاله يتفضل عليهم فيجزيهم بالحسنة أضعافا مضاعفا الواحد منهم في جنة عرض والسماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هي رب الكعبة نور يتلألأ ورحانة تهتز وقصر مشيد وفاكهة كثيرة وزوجة حسناء جميلة في مقام أبد لا يبلى شبابهم لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم يصحون فلا يسقمون ويسعدون فلا يشقون ويشبون فلا يهرمون ويحيون فلا يموتون وما هم منها بخارجين هذا هو النعيم المقيم وفوق ذلك كله يعطون ما هو أعظم وأطيب وأجل وأعلى وأغلى وأفضل النظر إلى وجه الباري جل جلاله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه والذين آمنوا وعملوا الصالحات إلهم مغفرة وأجر كبير ثم يبين ربنا جل جلاله أن من الناس ناسا في صورة الشخص السميع المبصري لكنهم في حقيقة الأمر كالدواب الواحد منهم واقع في الكفر في الفسوق في المعاصي ثم بعد ذلك يرى نفسه على خير كما قال جل من قائل في قواتيم الكهف هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يدخل في ذلك أولئك الذين تركوا الدنيا بزعمهم وراء ظهورهم فعافوا اللحمة وعافوا النساء وفي الوقت نفسه اتخذوا إلها من دون الله الآن لو نظرت إلى رهبان البوذيين وحلاقتهم رؤوسهم وملابسهم تلك الأسمال التي يلبسونها لو نظرت إلى رهبان النصارى الواحد منهم متقهل قد طالت لحيته وتشعث شاربه ويسكنون في الفلوات وفي المغارات بزعم أنهم يتعبدون مساكين زين للواحد منهم سوء عمله فرآه حسنا من أنفقوا أعمارهم الآن قد تجد الشيخ الفاني الذي نيف على الثمانين وربما بلغ التسعين وهو ما زال يدندن حول الشيوعية وأفكارها أو حول الوجودية وارتقاتها هؤلاء جميعا ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا الخوارج الذين يسفكون دماء المسلمين يقاتلون أهل الإسلام يدعون أهل الأوثان هؤلاء أيضا ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا لكن بالمقابل هناك طائفة قد هداها الله فرأوا الحق حقا فاتبعوه ورأوا الباطل باطلا فاجتنبوه فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إذن إذا كان الإضلال والهداية من الله فمطلوبه منا أن نجى إليه إهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي فالهداية من الله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدنا من بيته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات الله جل جلاله يقول لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام الحريص على هداية الناس ارفق بنفسك يا محمد لست عليهم بمسيطر أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الله جل جلاله ينهاه عن الحزن عن الهم والغم بسبب ضلال الضالين وهذا المعنى تكرر في القرآن كما في قوله جل جلاله في فواتح الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف فلعلك باخع أي مهلك يا أيها الباخع الوجد نفسه على أمر نحته عنه المقادر وفي فواتح الشعراء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وفي خواتيم الغاشية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وفي آية يقول له إن عليك إلا البلاغ ومرة يقول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم فإن عليهما حمل من القيام بواجب البلاغ وعليكم ما حملتم من الاستجابة له والانقياد لأمره صلوات ربي وسلامه عليه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون الله جل جلاله سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم مطلع على أمورهم وسيجازيهم على ذلك كله ثم بعد ذلك يذكر سبحانه دليل البعث والنشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها الله جل جلاله يرشد هؤلاء الشاكين في القيامة إلى دليل مشاهد ملموس أرض ميتة صفراء جرداء لا فيها زرع ولا ماء يرسل الله سبحانه رياحا هذه الرياح تحرق السحابة وتهيجه وترفعه ثم يترتب على ذلك نزول الماء من السماء فهذه الأرض الميتة تحيا وتهتز خضراء يقول سبحانه كذلك النشور الذي أحيا هذه الأرض الميتة فادر على أن يحيكم أيها المساكين أيها أيها الذين ينكرون البعث هذا دليل ماثل دليل مشاهد وهذا الدليل تكرر في القرآن الله جل جلاله يقول في سورة البقرة وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ نذكر معه دليلين الدليل الأول الذي خلقكم والذين من قبلكم فالذي خلقكم أولا قادر على أن يعيدكم ثانيا ثم الدليل الثاني الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ثم الدليل الثالث وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَارَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ويقول سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك النشور استعملوا القياس حركوا عقولكم كيسوا الغائب على الشاهد والموعود على الموجود كذلك النشور ثم بعد ذلك يقول سبحانه من كان يريد العزة فإن العزة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الله سبحانه وتعالى يخاطب بهذه الآية أولئك المشركين والمنافقين الذين كانوا يعتقدون أن العزة في تلك الآلهة الباطلة أو أن العزة في مكاتبة يهود وغيرهم ممن يعادون الله ورسوله ولذلك في سورة النساء يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وقبل ذلك يقول عن المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ويقول سبحانه في سورة يونس ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ويقول عن المشركين واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ويقول عن المنافقين الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول يقولون لئن رجعنا إلى المدينة إلى يخرجن الأعز منها الأذل قالوا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون فالله جل جلاله هو العزيز العزيز هو الغالب سبحانه فمن اعتز بالله نصره وأيده وسدده من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وما أحرانا في زماننا أن نذكر المسلمين بهذه المعاني فإن كثيرا منهم يبتغون العزة عند غير الله جل جلاله وفي غير شرع الله ودينه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله جل جلاله يصعد إليه الكلم الطيب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والحسبلة والبسملة والأذان والدعوة إلى الله وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير هذا كله يصعد إلى الله جل جلاله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار عمل النهار قبل الليل كما ثبت في صحيح مسلم والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات هؤلاء المكارون كما قال في سورة النحل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم هذا المكر الله جل جلاله بين أنه قديم فقال عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا وقال عن قوم صالح ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وقال عن مكر اليهود بعيسى عليه السلام ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال عن مكر كفار قريش وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال عن عموم مكرهم ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال في القراءة الأخرى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال مكر عظيم مكر كبار لكن الله جل جلاله يفيل رأيهم ويبطل مكرهم ويردهم خاسرين والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور يهلك يبطل يذهب لا قيمة لخ ثم ذكر دليلا آخر من أدلة البعث فقال سبحانه والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجه يا أيها الشاك في القيامة يا أيها المكذب بالبعث سل نفسك من الذي خلقك أولا من أي شيء خلقك الذي خلقك أولا قادر على أن يعيدك ثانيا هذا الدليل تكرر في القرآن وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة من ذلك ربنا يصمه بالغفلة فيقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقا هنا قال أولا يذكر الإنسان وفي القراءة الأخرى أولا يذكر الإنسان أن يتذكر أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا ويقول وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأولى فلولا تذكرون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وله المثل الأعلى في السماوات والأرض فلماذا تكذب أيها المسكين وهذا المعنى قد بسطه ربنا بسطا في سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة أي من مضغة مخلقة أي تخرج تامة مخلوقا سويا أو غير مخلقة أي يخرج ناقصا كالطفل الخديج ومن يخرج بتشوهات ما إلى ذلك لنبين لكم أي نبين لكم قدرتنا وعظمتنا ونقر في العرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى منكم من يتوفى طفلا منكم من يتوفى بعد بلوغ الأشد مباشرة ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يعني يرجع كما كان وترى الأرض هامدة ساكنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت وأنبتت من كل زوج بهيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا جعلكم أزواجا ومن كل شيء خلقنا زوجين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى منها هنا مزيدة للتأكيد وأصل الكلام وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه وهذا مما اختص ربنا جل جلاله ذاته العلية به إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب الله جل جلاله قدر الآجال كما قدر الأرزق إن ذلك على الله يسير إخوتي أخواتي هذه الآيات قد تضمنت فوائد أولها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة شأن في ذلك شأن أهل الإيمان لأن الله وجه الخطاب إليهم فقال يا أيها الناس ثم قول سبحانه إن وعد الله حق يستفاد منه أن كل ما وعد به ربنا فلا بد أن يكون فهو لا يخلف الميعاد فلا تغرنكم الحياة الدنيا نهي عن الاغترار بالدنيا ومتاعها الزائل وفيه جواز تنعم الإنسان بالدنيا على وجه لا تغره لأن الله ما قال فلا تتنعموا في الدنيا بشيء بل قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا فكل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيلة من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لكن الخاسر هو من غرته الحياة الدنيا وفي تسميتها بالدنيا بيان لدنو مرتبتها ودناءتها فهي وإن كانت حياة لكنها دنيا ويستلزم ذلك الثناء على الآخرة لأن وصف الضرة بالعيب يدل على وصف ضرتها بالكمال كما قال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وبضدها تتميز الأشياء وفي قوله سبحانه فلا تغرنكم الحياة الدنيا إشارة إلى وجوب العناية بالآخرة فإذا نهينا عن الحياة الدنيا فمعناها أننا نلزم بالعناية بالآخرة لأنها المنتهى أما هذه الدنيا فإنها دار ممر وليست دار مقر وكذلك البرزخ الناس يخطئون فيقولون شيع فلان إلى مثواه الأخير ليس أخيرا وإنها هي محطة قد يمكث فيها ما شاء الله أن يمكث ما ندري كم لكن بعد ذلك المثوا الأخير في جنة عرض والسماوات والأرض أسأل الله أن يجعلها من أهلها أو في نار تلوى وفي قوله سبحانه وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ نهي عن اتباع الشيطان والاغترار بوعيده وأن من دأب الشيطان لعنه الله أنه يعد الإنسان ويمنيه إن الشيطان لكم عدو بيان لعداوة الشيطان لبني آدم ووجوب معاداته في قوله سبحانه فاتخذوه عدوا فواجب أن نستفرغ اليسعى في محاربته ومجاهدته كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وفي هذه الآية بيان لرحمة الله بعباده لأن العلم بعداوة الشيطان غير مدرك لنا ولكن الله هو الذي أخبرنا به ثم حثنا على مخالفته ولذلك في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع الله جل جلال يذكر العدو الإنسي والعدو الجندي ويبين سبيل معاملة كل أما العدو الإنسي فملاطفته والرفق به والإحسان إليه ومواجهة السيء بالحسنة من أجل أن تكتسبه أما الشيطان الجني فلا سبيل إلا الاستعاذ منه في سورة الأعراف في خواتيمها خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وفي خواتيم المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وفي سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك بينه عداوة كأنه ولي حميم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ناس كثيرون اجتلب مودتهم بالإحسان والملاطفة والرفق والإعراض عن جهلهم بينما الشيطان لما جاء يقطع عليه صلاة أمسك به وخنقه حتى سال لعابه على يده وفي الآية أيضا إخوتي واخاتي تنبيه على وجوب عداوة دعاة الضلالة وهم شياطين الإنس المستمدين من الشيطان الرجيم لأن الله جل جلاله قرن بين الصنفين فقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وفي قوله سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا تحذير من سلوك الإنسان سبل الهلاك وهو لا يشعر وأن القصد الحسن ليس مستلزما للفعل الحسن فكم من مريد للخير لم يوفق إليه ليس بالضرورة إذا كان القصد حسنا أن يكون الفعل صوابا وفي قوله سبحانه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتأثر بما يتأثر به البشر من أسباب الفرح وأسباب الحزن كما قال ربنا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول في قوله الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجع كريم كبير بيان مصير كل من الفريقين وفي قوله سبحانه الله الذي أرسل الرياح بيان عظيم قدرة الله عز وجل في إرسال الرياح وسوق السحاب وأن الرياح من جند الله يرسلها كيف شاء متى شاء على الوجه الذي يريد وفي قوله كذلك النشور استعمال القياس والاستدلال بالمشاهد على المغيب وقياس الموعود على الموجود وأيضا بيان أن إحياء الأرض بعد موتها دليل على أن البعث حق لا ريب فيه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يدلنا على وجوب التماس العزة في طاعة الله والجهاد في سبيله وفي قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه دليل على اتصاف الله جل جلاله بصفة العلو فهو القاهر فوق عباده وهو كامل الأسماء الحسنى والصفات العلا وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كما في قول ربنا الرحمن تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وكما في قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى إلى غير ذلك من الآيات فهو مستوى على عرشه وفي قول ربنا والعمل الصالح يرفعه حجة على المرجئة الذين يعرون الإيمان من العمل الصالح فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة فيفصلون الإيمان عن العمل والله جل جلاله لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا والعمل الصالح ما استوفى شروطا ثلاثة أن يكون مبنيا على أساس من الإيمان وأن يصحبه الإخلاص وأن يكون متبعا لشرع محمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل من قائل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد هذا وعيد لهم وأن مكرهم لن يضر الله شيئا بل الضرر عائد عليهم ومكرهم إلى بوار ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب هذه أصل خلقة الإنسان وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه هذا من العلم المخصوص بربنا جلاله وكذلك أعمار الأحياء كل حي لا يعلم موعد موته إلا الله رب العالمين أسأل الله سبحانه أن ينير بالقرآن الكريم قلوبنا وأن يهدي به عقولنا وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان